السلام عليكم ازيكم يا جماعة عاملين ايه? اا يا رب تكونوا بخير ويعدي بنا الازمة دي على خير ان شاء الله. النهاردة الصراحة احب اكلمكم عن نقطة خطيرة جدا هي نقطة العيادات الخارجية في زمن كورونا. العيادات الخارجية دي ممكن تكون قنبلة موقودة. حضرتك ممكن تكون واخد كل احتياطاتك وتحمي نفسك من المريض. ولكن العيادة ممكن تكون نقطة وباء. يعني المريض يعدي التاني. ودلوقتي بالتواصل مع جميع الزملاء في جميع التخصصات يوميا على الاقل في من حالة الاربع حالات في كل عيادة بتتشخص انها كورونا او انها كورونا واسمتوماتيك ورايح يشتكي من اي شكوة تانية. فبالله عليكم يا جماعة نركز يعني لان الفترة الجاية كل المسؤولين على جميع المستشفيات سواء جامعية او صحة او حميات كله بيحذر ان احنا داخلين على انفجار. فمساهمة يعني في تقليل حجم المشكلة ما نباش العيادات الخاصة هي سبب او احد اسباب انتشار الكوفيد بين الناس. انا عدت دعب سواء ره بحيس يعني نعرف ازاي لو هنفتح عيادة خاصة في في زمن كورونا اللي احنا عادين فيه ده نعمل فيه ايه? لان دي نقطة غاية في الاهمية. فمبدئيا احنا لو هنفتح عيادة دلوقتي في في الفترة دي فلازم نسأل نفسنا كزا سؤال. السؤال الاول اللي نسأله هل زيارة المريض في العيادة بتاعت حضرتك مهمة ولا لا? وده السؤال يرجع لحضرتك يعني لو هدك تخصص او او اللي هو التخصص اللي ما وفوش اي طوارق فانا عارف الموضوع فينانشيال او سوشي ايكونوميك هيوبة مؤثر على كل الدكاترة ولكن انا بتكلم دلوقتي ان احنا في زمن طارق وان شاء الله الازمة تعدي بينا على خير يا رب ما عرفش هتاخد شهر شهرين تلاتة انما هي كده كده هتعدي ان شاء الله واقل لطة يعني حسنا حضرتك بتتعزل ما لا يقل عن عشرين يوم في البيت لو حضرتك اصبت اه الاسرة بطبة معرضة عزل اه مساحات يعني بندخل في معويل تانية خالص فهل التخصص طارق ان احنا نفتح ولا لا? ده السؤال ده ما تلوك لحضرتك. السؤال التاني هل التأخر في زيارة المريض هتسوى المشكلة ولا برضو ده ما تلوك لك? طبعا فيه تخصصات زي تخصصات القلب مثلا مريض دوت او مريض الجلطات ده ما باستناش. وخاصة دلوقت المستشفات الحكومية بقت جميعها مشغول في العزل. فانا شايف ان العيادات الخاصة او المستشفات الخاصة المفروض ان هيبقى ليهم دور الفترة الجاية في التعامل مع مثل هؤلاء المرضى. السؤال التالت هل حضرتك هتخفف العب عن المستشفات? وده يعني المريض لو لقي دكتور فاتح قريب منه فده هيخفف العب عن المستشفات الحكومية وهيخفف وهيخليهم يتفرغوا اكتر دي الحالات الكوفيد. طيب هل الدولة موفرة يعني اللي هي الحاجات اللي هي الاوت بيشنت كلينك في زمن كورونا اللي احنا فيه? الصراحة لا. يعني هو دلوقت اعتقد ان كل المستشفات على مستوى الجمهورية هتوبة متخصصة او كلها تتعامل مع مرضى كوفيد. طيب ايه اللاينز او ان احنا ازاي هنفتح عيادة لو احنا خلاص قررنا نفتح عيادة بزمن كوفيد دوت ايه اللي انا اخد بالي منه? المانجمنت لاينز بتاعتها توبة كالاتي. اول حاجة حضرتك هتنسى الزيارات مفيش حاجة اسمها مريض هيجي من برة يدخل لي على طول. تاني حاجة اكون واخد كل ليا والتيم اللي شغال معايا والمرضى. لان انا اهم نقطة انا بقى استرس عليها النهاردة ان العيادة ما تباش سبب لنقل الكوفيد من مريض للتاني. حضرتك ممكن تكون واخد احتياطاتك لابس ماسك ان خمسة وتسعين لابس لابس ولكن المريض اللي هيدخل حضرتك هتقس له الضغط بالسماعة بالجهاز الضغط اللي عند حضرتك هينام على وهو كوفيد المريض اللي هيدخل بعديه هيصاب للاسف. تمام? تالت حاجة بعد ما كل مريض هيخر لحضرتك في هتتبع بحيس المريض اللي داخل بعديه ما يلقطش منه العدوى. واخيرا لو حيبى فيه اتجاه لاستخدام الاوت بيشنت كلينك ان احنا نعمل للكوفيد ايبى جزء من مهام العيد. طيب يعني ايه? والصراحة شايف الطريقة دي اتشاء الله تكون مناسبة دلوقتي كل العالم بيتكلم عن ان انا بكلم المريض في التليفون. طب ان انا اكلم المريض في التليفون قبل ما يجي. يعني انا ممكن اعمل تلات يام في الاسبوع اكلم المرضى تليفونيا واحجز على التلات يام في الاسبوع التانية. او ان انا مسلا في التلات يام او لو هشتغل كل يوم يبا هستقبل تليفونات المرضى مسلا لمدة تلات ساعات وبعد كده هيجوا في الفيزيتس اللي انا حددها تلات اربع ساعات بحيس اعمل ايه بقى? يعني ايه فايدة المكالمة التليفونية? المكالمة التليفونية دي ممكن حضرتك تاخد كله من المريض ومن تخصص تلت ساعة نص ساعة زي ما حبارك تحب عشر دقايق لكل مريض وتريكورد بتاعه في الفايل اللي حضرتك هتعمل هو. تاني حاجة حضرتك خدت هتقول له طب خلاص حضرتك معادك الساعة اربعة او معادك الساعة اربعة ونص. تالت حاجة في التليفون هتسأله عن الاعراض اللي تخليك تشك في كورونا. طب لو شكت يبا انت من الاول كده هتقول له حضرتك ممكن تكون كورونا بنسبة كبيرة المفروض ان انت هتروح لقرب مستشفى عزل او عزل منزلي او وتفر النصيحة اللي انت هتعملها ايه. يبا رابع حاجة انك لو هتوفر بقى الفيزيتس يعني لو انت عايز معينة قبل من المريض يجي لك هتطلبها منه يعملها قبل ما يجي لك. يبا انت خدت وسجلته عندك وحجزت للمريض الساعة كزا والعيان الكوفيد بنسبة كبيرة استبعدته طبعا مش هتقدر تستبعد كل الكوفيد بيشنت ولكن بنسبة كبيرة اللي عنده سخونية اللي عنده انوسميا اللي عنده ديسنيا اللي عنده اللي عنده اللي عنده الاعراض اللي تشك في كوفيد من الاول كده لو سمحت ما تجليش خليك في بيتك واحد اتنين تلاتة اربعة وانا مش هكرر النصايح بتاعت العزل المنزلي رابع حاجة انك لو فيه هتطلبه بحيس العين هيجي جاهز جاهز ان هو يكشف عندك يبا انت دلوقتي قللت القللت النمبر في العين هيجي الساعة اربعة العيادة فاضية هيدخل يكشف يروح انا عارف ان ده صعب مع المصريين ولكن اللي هي انسست انه هو يطبق دي كله هيسمع الكلام حضرتك يعني رئيس مجلس ادارة العيادة من حقك تقفل على نفسك العيادة بباب حديد ما حدش يدخل الا اللي معاه معاد والحالات الطرقة تقدر ان انت اتمناجها بشكل او باخر هتمنيميز النمبر وفيزت المريض هيبا جايلك عدارة معك الهيستوري وجايلك بالانفستيجيشنز جاست ان انت هتشيك بقدر المستطاع وهتكتب التريتمنت ويروح يبا بدل ما كانت الاعدة مع المريض تلت ساعة هتوبا الاعدة بالزلط خمس دقايق او اربع دقايق بالكتير مش هتتأخر هتلقطه بالتليفون والله هو ممكن يبا فيه معك سكرتاريا او او مساعد يستقبل التليفونات للحالات الطرقة انها تتوجه على طول للمستشفى خاصة عيان او طفل تخصص حضرتك ايه يتوجه المستشفى على طول ويزود من غير ما يحجز ويستنى يومين تلاتة ويتحول لعيان مزمن طب اللي حضرتك هتاخدها طبعا بقدر المستطاع يعني يبا فيه ماسك كويس ان خمسة وتسعين او يعني انا مش هتكلم برضو عن ممكن حضرتك تدخل تشوف يعني ايه وانا شايف ان حضرتك تلبس اتنين جون واحد داخلي واحد خارجي علشان الخارجي ده المفروض ان هو هيتغير هو والجوانت مع كل المريض يبا تاخد احتياطة والجوان على فكرة رخيص يعني خمستاشر جنيه تقدر تشترك جون الفيس شيلد افيلابل باسعاره المسكات يعني بقدر المستطاع اللي موجود آآ انا عارف ان ده هي اد كوستة على التاع العيادة ولكن تقدر حضرتك اتمانج سعر الكشف بقى براحتك يعني بحيس ان المريض لما يجي لك يبا حضرتك سكيورد التيم اللي شغال معك سكيورد والمريض سكيورد تمام طيب يعني ما ينفعش بنفس الجوانتي وبنفس اللي انا دخلت عملت فيه اسكلتيشن او دخلت كشفت على مريض ان انا من مريض للتاني يبا انا كده سهنت بانتشار العدوى من كل مريض للتاني طب المريض المريض داخل بهدومه لو دخل بهدومه وقعد عالكرسي ومشي اللي هيجي بعده هيقول قطاع ده فانا شايف ان المريض يلبس جون او يلبسه حتى بالمقلوب بحيس ان هو لما يقعد عالكرسي او ينام على يكون الجون الجديد هو اللي في المواجهة وينظف ايده باستمرار قبل الكشف وبعد الكشف يبا كده خدنا احتياطاتنا الوقائية ليا ويتم الشغال معايا والمريض طيب بعد كل مريض طبعا لازم يبا في اللي برا يبا فيه كحول خمسة وتسعين في المية بوفرة بحيس المريض وهو داخل هيغس الايده بكحول وهو خارج هيغس الايده بكحول طيب في يكون عندك صابون بحيس لو الكحول معجز بتاعي يبا فيه صابون بحيس ان كله يخص يغسل ايده باستمرار وفي يبا فيه عندك سبعين في المية وسبري ده عشان حضارك هترش على المكتب وترش على الكرسي وترش على الشازدونج بعد كل مريض سواء كولور او سواء الكحول سبعين في المية المهم يبا فيه لكل العيان لمسها مقابض الببان الكلام ده كل وبعد كل عيان اجين ده عالي على العيادة ولكن احنا عايزين نوصل بحيس ان انا احمي نفسي واحمي اللي معايا واحمي المريض وبانا كده العيادة بتاعتي ما اصبحتش مصدر عدوى للمجتمع طيب لو الدولة وفرت للعيادات الخاصة اللي هو ده هيساعد جدا في ولكن زي ما اتفقنا الابتصال التليفوني قبل حضور المريض للعيادة ده مهم وممكن حضارك تستبعد بيه نسبة كبيرة من العينين السمتومات الكوفيد دلوقت المريض مش عارف يروح فيه عنده سخونية وترجيع قال له يا دكتور انا عايز اجي اكشف طب انت عندك ايه واحد اتنين تلاتة اربعة لا ده انت 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 نشك انك كورونا حضارك ما تجيش يبقى بالتليفون استبعد لو فيه في العيادة حضارك تقدر تسكرين به وحتى لو المريض يعني لمعرفش الدنيا دي هتتحاندل ازاي لو هو هيبقى او لا بس لو هيبقى هتبقى نقطة مهمة جدا وممكن حضارك كمان يبقى ليك على ان فيه مريض تشخص كوفيد يوم فلاني في العيادة الفلانية وفي العزل المنزلي ويعمل الكراسة بتاعته كده يبقى احنا قدمنا عيادة طبية امنة طيب لو حضارك ما اخدتش الاحتياطات دي وحفظتها على نفسك بس يبقى حضارك خليك متأكد انك بتشارك في انتشار الكوفيد من مريض للتاني لو كفاية يدخل لك واحد بس كوفيد كده في الاستباحة وهو ينشر الكوفيد لكل العيانين اللي هيدخول لك بقى اليوم خدت البريكوشنز دي انا مش هقول لك هتمنى ولكن هتقلل انتشار الكوفيد قدر المستطاع يا رب اكون في التكو وربنا يعد بينا الازمة دي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته